بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب برايماري فور مع حصة جديدة من حساس مستر ساينز مع مستر شريف الهواري يا رب دايما بخير وان شاء الله موفقين يا ولاد في ساينز وفي كل المواد بتاعتكم بازن الله خلاص قربنا نخلص الانتحانات بتاعتنا وناخد الاجازة اه وتكون ان شاء الله سنجي كده في برايماري فايف ومتبعين قناة مستر ساينز برضو على طول ان شاء الله اه طبعا يا ولاد اللي ماشتركش في القناة يضغط على لوجو القناة اللي موجود تحت الفيديو ده آآ دايرة كده صغيرة فيها صورة القناة نضغط عليها توصلنا لكل البلاي لست او الصفحة الرئيسية آآ آآ اللي فيها كل الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله بالترتيب ونشترك في القناة اللي لو حد لسه ماشتركش هنخلص المنج ان شاء الله ونبتدي مع بعض بقى نحل اسئلة وننزل لكم شيت المراجع بازن الله آآ وتكونوا كده دربين على سيرة الامتحان وتخش الامتحان وانتو آآ مركزين ونجيبوا درجة نهائية بازن الله آآ تعالوا مع بعض كده نشوف شوية يعني عمل ايه كده آآ هنا بيسألك او بيقول لك المعنوان ده هو عايزك تعمل عايزك تعمل نموذج للتربين بتاع مولد كهربائي طبعا كده بس قبل ما نبدأ هنا بيقول لك يعني بص على الصورة دي كده وجاوب تعالوا مع بعض هنا بيقول لك ينفع نولد الكهرباء من التوربين ده بتقول لي يا مصر اكيد طبعا ينفع في مياه اكيد تنزل عليه وهتخليه طبعا يعمل تديره زمعنا اخدنا في الدرس اللي فات طب بص بقى السؤال اللي جاي كده كان يعني المية اللي بتنزل على على التوربين ده اتقطعت او اتفصلت مش شغالة ايه لا هيحصل هل الكهرباء تتولد طبعا اكيد ايه نو انتوا اكيد بتجلب طيب تعالوا مع بعض بقى انا نكمل هنا بيقول لك ازاي طاقة المية او حركة المية يعني ازاي بتولد ايه الانرجي اللي احنا سميناها باسمي يا ولاد هايدرو الالكتريك انرجي طيب تعالوا نشو كده انا بيقول لك هتصمم آآ نموذج لووتر توربين هده هتعمل ايه لك هجيب يعني كورة كده من الفلنين لونها ابيض واكس جام يعني المساد الشامع البول اللي هو الطبق البلاستيك سبونز اللي هي معالي اه توث بيك اللي هي العصر تاعت الخلط اللي السنين دي اولاد الجاك اللي هو طبعا يعني ايبريك كده او البرطبان بتاع المية يعني ايبريك اللي هو عليه ايبريك يعني بعد كده تري وودن ستيكس اللي هي تلات معالي من الخشب دي يا مصر التولز بتاعتنا ايوة بتاع نشو بقى الستيبس اول خطوة بيقول لك هنعمل ايه بنعمل البليدز بتاعته اللي هي قلنا الدراعات بتاعته وبيعليها الريج بتاعته زي مرواحة كده طيب اهو هي المصر بعملها تعملها زي بقى خد بقى الكورة اللي هي تاعت الكورة الفلين دي وبعدين يعني هاتي يا ولاد المعالي البلاستيك دي او المعالي اللي انت استخدمتها دي وثبتها على الكورة دي وبعدين حط بقى اللي هي بتاعت الاسنان دي الخلة بتاعت الاسنان دي الخشب طبعا زي ما بالشكل كده يعني ادي الكورة وتحط معلقة هنا كده في كورة فلين طبعا معلقة بلاستيك ودي معلقة بلاستيك تانية اقصادها كده ودي واحدة كده واحدة كده وبقى كده بقى حط الخلة بتاعت السنان دي بالشكل كده طب وبعد كده يعني اعمل بقى الحوض او القاعدة بتاعت الووتر توربين مش وقت كده يتثبت على قاعدة كده قاعدة من الخشب وكده تعالوا نشوفها ادي يعني ادي خشبة هي ودي خشبة تانية كده ودي خشبة تالتة كده عارفين زي بتاعة الايس كريم كده ولاد وبعدين بس ممكن تكون كبيرة شوية طبعا اكيد وثبتها بمسدس الشمع زي ما انت شايف كده وبعدين ممكن تعمل على فكرة حاجمها صغير انا مش وزن كبيرة كده 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 تعمل ايه بعد كده يا مستر ها بقى الخلط السنان اللي انت استخدمتها وحبطف قلب كرة الفلين دي وثبتها في الووتر توربين بيز القاعدة اللي خشب اللي احنا عملناها دي طبعا كده يا اولاد اصبحت ايه اولاد ممكن تتحرك بالسهولة لكنها توربين بالظبط ايه بعد كده بقولك بلات توربين اللي هو الصحن ده الطبق ده يعني اللي هو معمول دمك ده من الازاز وبعد كده بقولك بلات توربين بيز القاعدة يعني نعمل ايه يا اولاد حط بقى المية كده صب المية عليه وخليها تنزل على دراعات او المعلقة اللي احنا عملناها دي يعني هتلاحظ ايه بتاعتك هتقول لي يا مستر اكيد هتدور التوربين ده يدور تمام يبقى يعني الازرع دي او الريش بتاعت التوربين دي اللي هي الدراعات بتاعته هتحصلها يا مستر هتلف لما المية تتصب عليه وقف بقى اكيد طبعا لما المية كلها تخلص انت هتوقف تصب المية فاكيد التوربين ده يحصل له ايه صح يتوقف لما المية تخلص املاها مرة تانية اهو انت بتعمل بتعمله الرنيبولة المية بتتجدد يعني املاها تاني تمام وصب المية على البلدز مرة تانية طب ايه هي بتاعتنا يا مستر هنلاحظ من كده ايه ان ازا بليدز ستارت تروتيت اجين هتبتدي ادي العاد تلف تاني طبعا ايه مستر جاني ماهنا اكيد لما هاملاها بالمية وهصب اللي هتنزل على المعلاقة دي على البلدز فاق اللي حسميناها بليدز دلوقتي اللي هي الازرع بتاعتها دي هيلف طب وين المية خلصت اللي هيحصل اكيد طبعا ستوقف عن الدوران يبقى معنى كده ايه ان زا بليدز روتيت ستارت تروتيت اجين هنا الاول حاجة زا بليدز روتيت when water is poured over them لما المية تصب علي ان تستوب روتيتين متوقف في الدوران when the water inside the jug is completely run out لما المية تخلص مالينا المية تاني اه رينيابل صح مش المية من 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 رينيابل سورتس يبقى زا بليدز ستارت تروتيت اجين طب ايه هو الكونكلوجين بتاعتها استنتج من جده ايه بقى في الخلاصة الخلاصة يا ولاد المية متجددة ايه كمان مش المية بتتحرك في النهر بيكون فيها تمام يبقى مالها بتستخدم عشان تلف التوربينات ده ادي اللي احنا قلنا عليها زي ما قلنا يا ولاد في الحصة اللي فاتت اللي هي الهاي دام اه ان ذا ريفر نايل اه اللي هو في السد العالي تعال كده او نايل ريفر طيب تو جنوريت هايدروالكتريك انرجي عشان نولد طبعا الهايدروالكتريك انرجي اللي احنا قلنا عليها الحصة اللي فاتت. ان ذا بريبياس اكتيفتي the water used to rotate blades was not run out مخلصتش لكن ادي جددت زي ما احنا قلنا. اللي احنا مالينا ده تاني بالمية. ده طبعا بيمثلك او بشرح لك زي اللي بيحصل في الارض. المية مش هتخلص هيبه في دايما الامطار في موجود فدايما هيحرك التوربي. طب ايه كمان? المية مش هترجع تاني للاصل بتاعها. يعني يا مصدر. يعني النهرة هو يا ولاد. المية راحت وعدت من التوربين وعدت من الدم وحركة التوربين. هل المية دي هترجع تاني? لا مش هي نفسها اللي هترجع تاني. او مال ايه اللي هيحصل? بصوا كده. نقرأ تاني. مش هترجع هي نفسها. تمام? مش هترجع تاني. يعني مش هتقول بقى هالفي بقى وارجع تاني عشان احرك التوربين اللي في الدم دي. لا. وما ليه اللي هيحصل? بطي تفلو انتو 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 باطيز اوفوطر. افابوريت. ذن. كوندنسيت او كوندنس انتو كلاود. يعني يا مصدر. يعني او بقولك ان هي هتتتحرك او تتحول لشكل تاني. هتحصل لها بعد كده بقى افابوريشن تتبخر. ترجع تتبخر. وبعد كده تعمل كوندنسيشن انتو كلاودز. وتعمل الصحوب. وبعد كده المطر لما ينزل بقى. وبيسموا العملية دي يا ولاد باسمه بص على الصورة كده. قد المية اللي في الريفر. مش هترجع تاني مش هتلف يعني تاني وترجع وتخش من الدم دوت وتعمل لما المطرة تنزل. لما يترجع تاني المين يا ولاد للريفر. عشان كده دي اسمها ايه? دورة الماء في الطبيعة. المية بتعمل كده. تمام? عشان طبعا انت بقى ايه? كده يا ولاد خلصنا. الحمد الله في صنطق مين خلصنا الملك بتاعنا. في بس الجزء الاخير في الكتاب اللي هو الدرس اللي حمد تعودين عليه اللي هو تفكر كعالم بطيقرها يعني كأنه كده. فيه كمان اخر حاجة على 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 كامل. او على ده بالكامل. ممكن تقولوه برضو كملخص لو انت عايز تلم الملك بتاعك موجود في كتاب المعاصر. الشيط ده موجود تحت الفيديو. فيه اخر تلت دروس. وطبعا موجودين في الفيديوهات اللي فاتت كمان يا ولاد. كل التوفيق ليكم وان شاء الله نستعد بقى كده لمراجعة حلوة كده وتكون انتم مركزين وتكونوا خلصتوا منهاياتكم خلاص. كل التوفيق ليكم واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.